اكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو رئيس المجلس الوزراء وللعاد على توفير أفضل الخدمات الصحية في جميع المرافق والمنشآت الصحية بجودة وكفاءة عالية للمجتمع في الظروف المختلفة جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معالي ترافقه سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة إلى مركز محمد جاسم كانو الصحي في مدينة حمد وذلك للإطلاع على المرافق والأقسام والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين كما اطلع معالي خلال الزيارة على الأقسام المختلفة وطبيعة الخدمات المقدمة في المركز والمقترحات التطورية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من جميع النواحي من جانبها ثمنت وزيرة الصحة الزيارة التفقدية لمعالي رئيس المجلس الأعلى للصحة والتي تأتي انطلاقا من حرص الحكومة على تطوير الخدمات الصحية في جميع أنحاء المملكة مؤكدة أن الجهات الصحية في المملكة تعمل بشكل مستمر على توفير جميع الاحتياجات وضمان سهولة تقديمها بشكل يتناسب مع احتياجات المرضى والمراجعين ترجمة نانسي قنقر